ترأس سعادة دكتور رمزان بن عبدالله نعيمي وزير الإعلام اليوم اجتماع اللجنة الدائمة لمهرجان الخليج للإذاعة وتلفزيون بحضور الأستاذ مجري بن مبارك القحطاني مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وعدد من ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالدورة السادسة عشر لمهرجان الخليج للإذاعة وتلفزيون التي تستضيفها مملكة البحرين قريبا كما تم بحث الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمهرجان وما يجتمل عليه جدول أعمال المهرجان من فعاليات تشمل ندوات وورش عمل ومعارض متخصصة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وأكد سعادة وزير الإعلام خلال الاجتماع حرص مملكة البحرين على أن تكون الدورة المقبلة من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أكثر تميزا ونجاحا لسيما وأن المهرجان يشكل حدثا مهما في تعزيز التقارب والتكامل الإعلامي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونوه سعادته إلى أهمية هذه التظاهر الإعلامية والفنية التي تتشرف المنام عاصمة الإعلام العربي 2024 باستضافتها لما توفره من فرصة للتنافس بين الفنانين والمبدعين وشركات الإنتاج الإعلامي والقنوات الرسمية والخاصة في الدول الأعضاء إلى جانب ما تتيحه من فرصة لتبادل أفكار والخبرات والتجارب وهما يسهم في الارتقاء بالمنتج الفني الخليجي وتعزيز قدرته على إبراز ما تشهده دول مجلس التعاون من نماء وتطور على المستويات كافة وأعرب سعادة وزير الإعلام عن تقديره للجهود التي يقوم بها مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في الارتقاء بالتعاون الإعلامي الخليجي وما ينفذه من استراتيجيات وخطط وبرامج لتطوير الكفاءة الإعلامية الخليجية الشابة بما يؤهلها لتقديم رسالة إعلامية هادفة تعبر عن الوجه الحضاري لدول مجلس التعاون وتمنين سعادته للجهاز دوام التوفيق والنجاح من جانبه أعرب الأستاذ مجر بن مبارك القحطاني عن خالص شكره وتقديره لسعادة وزير الإعلام على دعمه للمهرجان مشيدا بما توليه مملكة البحرين من رعاية واهتمام بقطاعات الفنون والثقافة والإعلام مؤكدا اعتزاز وتقدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج للجهود التي تبدلها مملكة البحرين في سبيل نجاح المهرجان وهو موفر للمهرجان المقاومات التي عززت من حضوره على خريطة المعارض الفنية والإعلامية إقليميا ودوليا الحقيقة كان اجتماع مثمر وعملي ومهني ورصيد تراكمي لنجاحات الدورات السابقة المهرجان القليج للإدعاء والتلفزيون الذي بدأ عام 1980 نعبر عن كل الشكر والتقدير لقيادة مملكة البحرين الحبيبة وحكومتها ووزارة الإعلام ممثلها بساعة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام على الدعم والترحيب وتسهيل كل العقبات وتقديم كل الإمكانيات كان حوار مهني فيما يتعلق بتحديد شعار المهرجان إعلام نهويتنا وتحديد موعده إن شاء الله في نهاية شهر مايو المقبل طبعا اليوم في اجتماعنا مع الأخوان الإعلاميين في مجلس التعامل الخليجي وحقيقة شكرا مملكة البحرين على ما يقدمونا لهذا المهرجان الشهير على مستوى المنطقة اللي أنتج أجمل وأحلى البرامج وأجمل مسلسلات في عالمنا الخليجي اليوم في اجتماعنا مع الأخوان الإعلاميين المدرة ورؤساء المؤسسات الإعلامية في مجلس التعامل الخليجي لا شك هناك تطلعات كثيرة لمعرفة هذه البرامج في المسابقات القادمة والمهرجان القادمة إن شاء الله في مملكة البحرين وكل الحرص من كل القيادات على هذا المهرجان ونجاح هذا المهرجان اشتركوا في القناة